نشاط سياسي مكثف في العاصمة الأوكرانية كييف قمة ومنتدى وزيارات على أعلى مستوى شعارات وتصريحات كلها مرتبطة بمسار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من سنتين ونصف الرئيس زيلنسكي يحاول من خلال ما يعرف بمنصة القرم إعادة قضية شبه الجزيرة التي سيطرت عليها روسيا عام 2014 إلى الوجه نحن على يقين بأن شبه جزيرة القرم ستكون حرة هذه مهمتنا المشتركة والعالم كله يقف اليوم مع أوكرانيا في هذا الصراع وهذا النصب يحثنا على العمل ضمن خطة السلام خطة استعادة القرم وإعادة الحقوق لشعب تتار القرم وحقوق الأوكرانيين الذين يعيشون على هذه الأرض الرئيس الأوكراني يرى أن انتصار بلاده في حربها مع روسيا يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي ضمن خطة نصر سيعرضها قريبا على المسؤولين الأمريكيين وأبرزهم الرئيس بايدن الذي وصل وزير خارجيته إلى كييف رافعا شعار الالتزام بدعم أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة أعتقد أننا نرسل رسالة قوية للغاية مفادها أننا ملتزمون بنجاح أوكرانيا ملتزمون بانتصارها وملتزمون بأوكرانيا التي ستقف بقوة على قدميها عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا دعم جديد حصلت عليه أوكرانيا اليوم من شركائها الغربيين لكن رفع الفيتو الأمريكي عن استخدام القوات الأوكرانية صواريخ طويلة المدى لضرب العمق الروسي يبدو أنه مؤجل إلى حين أسلحة أقوى وأكثر وقيود أقل هذه مطالب يلح المسؤولون هنا في كييف على رفعها من جديد في كل مناسبة وكل لقاء على أمل أن يغير ذلك من مسار الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف محمد زاوية تلفزيون العربي كييف